تسبت الرياح القوية التي ضربت عدد من ولايات غرب الوطني اليوم الاثنين في عدد من الخسائر المادية دون تسجيل سقوط ضحايا فقد شهدت كل من ولاية تلمسان وسعيدة بالإضافة إلى وهران عدة حوادث بسبب الرياح القوية وكذا الزوابع الرملية منها سقوط أعمدة كهربائية وأيضا سقوط اللافتات عبر الطرقات كما تم تسجيل توافد عدد كبير من مرضى الربو إلى مصالح الاستعجالات بسبب ضيق في التنفس أين سجلت ولاية تلمسان سقوط لفتة توجيهية عمودية على سيارة بسبب الرياح ما تسبب في خسائر مادية دون حدوث ضحايا كما عرفت ولاية النعامة سقوط عمود كهربائي جراء الرياح القوية وانقطاع التيار الكهربائي في حين تسببت الرياح في سقوط عمود كهربائي على سيارة في وهران